باشرت ملكات وزارة الموارد المائية في صلاح الدين بحملة واسعة لرفع التجاوزات عن الحصص المائية لنهر الاسحاقي بغية توزيعها بشكل عادل حملة موسعة لرفع التجاوزات من على نهر الاسحاقي لإيصال الحصص المائية إلى أذناب النهر وحسب توجيهات الوزارة من أجل الترشيد والسيطرة على الموارد المائية في صلاح الدين وتوزيعها بشكل عادل بمناطق جنوب المحافظة إشارة إلى توجيهات السيد معالي وزير وزارة موارد مائية المحترم وبمتابعة السيد مدير عامل هي العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل المحترم تقوم مديرية الموارد المائية الإسحاقي وبالاشتراك مع الوحدات الإدارية والقوات الأمنية بحملة واسعة لرفع التجاوزات على الحصص المائية وعلى الخطوط الكهرباء التي تدعم بحيرات الأسماك لم تقتصر الحمل على إيقاف التجاوزات على الحصص المائية فحسب بل شملت محاسبة من تجاوز على الشبكة الكهربائية كون هذه التجاوزات تشكل عبءا على كاهل الشبكات إزالة التجاوزات الحاصلة وخاصة البحيرات الأسماك وقمنا بوضع عدة خطط عدة نقاط أولا برفع التيار الكهربائي ضمن الخطة نقطة بتبليغ الفلاحين بصرف كميات الأسماك وتمنع أعطاهم مدة محددة لغرض رفع هذا التجاوز والهدف من هذه الحملة هو إصال المياه إلى ذناب القنوات وإلى ذناب الجدول الرئيسي عملية رفع التجاوزات جاءت لمنع المتجاوزين الذين تسببوا بإضعاف الحصص المائية الأمر الذي ينعكس سلبا على الواقع الزراعي هذا ما دفع الكوادر للعمل على رفع تلك التجاوزات بأسرع وقت ممكن أنمار الشمر العراقي الإخبارية صلاح الدين